الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد في أخوة الأعزاء أرحب بكم في لقاء جديد لقاءاتنا في تدارس الأيام الخالية التي مضت على سيد البشر محمد بن عبد الله رضي الله عنه نتذاكر فيها شيئا من الوقائع العظيمة التي وقعت في زمانه صلى الله عليه وسلم وكان من الوقائع العظيمة صلح الحديبية وهو صلح عظيم الشأن فيه قصص ووقائع وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يؤدي نسك العمر فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في السنة السادسة ومعه بضع عشرة رجلا من أصحابه فلما بضعة عشر يعني ألف وعدد قرابة الأربعمائة من الصحابة في بضع عشرة مئة من أصحابه فذهبوا إلى مكة فلما وصلوا إلى ذي الحليفة أحرم النبي صلى الله عليه وسلم وقلد هديه وأشعر بمعنى أنه جرح جانب سنامي الذي يريد أن يهديه إلى البيت وأحرم بالعمرة وبعث عينا له من خزاعة يخبره بالطريق وسار النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصل إلى قدير يقال له الأشطاط أتاه ذلك العين فأخبره أن قريشا وصلهم خبر خروج النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة وأنهم قد جمعوا جموعا ومن ذلك أنهم أتوا بالأحابيش وأنهم يريدون أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصدوه عن دخول مكة وأنهم سيمنعونه فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال لهم أشيروا أيها الناس علي وهكذا مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مؤيدا بالوحي إلا أنه كان يستشير أصحابه قال لهم أتشيرون أو أترون أن أميل إلى عيالهم وذرار هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت فإن يأتون كان الله قد قطع عين من المشركين وإلا تركناهم محروبين يعني مهزومين فقال أبو بكر يا رسول الله خرجت عامدا تريد العمرة تريد هذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه لذلك فمن صدنا عن مرادنا قاتلناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمضو على اسم الله حتى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خالد بن الوليد قد خرج في خيل لقريش طليعة لهم وأمرهم أن يأخذوا عنه ذات اليمين لا يريدوا أن يقابله قال فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض ينذر قبيلة قريش سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركة راحلة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية فأراد الناس من الناقة أن تقوم فأصبحوا يقولوا حل حل فلكنها بقت في مكانها وألحت في الجلوس فقالوا خلأت القصوى يعني أنها لم تعد تسمع وتطيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى وليس ذلك بخلق لها ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله الذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعني خطة صلح يعظمون فيها حرمات البيت إلا أعطيتهم إياها ثم زجر النبي صلى الله عليه وسلم الناقة فوثبت قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ماء ثمت فيه ماء قليل يتبرضه الناس تبرض أن يأخذون منه القليل فلم يلبث الناس حتى أخذوا ذلك الماء الموجود في ذلك البئر وذهب من ذهب يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم العطش فأخذ سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه قال فما زال يجيش بالري أن يأتي منه ماء كثير حتى صدروا منه جميعا قد أرواهم وقد ملأ ما معهم من الأواني قال فبينما هم كذلك إذ جاء رجل يقال له بديل ابن ورقاء من قبيلة خزاعة ومعه طائفة من قبيلته وكانوا يناصحون النبي صلى الله عليه وسلم وكانت خزاعة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق وصلح وفقال بديل ابن ورقاء إني تركت عددا من الناس كعب بن لؤي وعامر بن لوي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العذو المطافيل أنواء عن الإبل الجيدة وهم قاتلوك وصادوك عن البيت بماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم وما هو موقفه سندكره إن شاء الله بعد هذا الفاصل لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في أقصى الحديبية وجاءه بديل ابن ورقاء وأخبره أن هؤلاء سيصدونه عن البيت وسيمنعونه من دخوله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم نجيء لقتال أحد ولكن نجئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم وإن شاء وضعوا بيني وبينهم صلحا ما ددناهم فيه وكان بيننا وبينهم عهد أن لا يكون بيننا وبينهم حرب بحيث يخل بيني وبين الناس فإن أظهرنا الله جل وعلا فحينئذ إن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل الناس فيه فعلوا وإلا فقد جموا وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لو قاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله جل وعلا أمره فقال بديل سأبلغهم ما قلت فانطلق حتى رجع إلى قريش وقال لهم إني قد جئتكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أخبرناكم بما يقوله لكم نعرضه عليكم فقال السفهاء لا حاجة لنا في قوله ولا نريد أن نسمع منه وقال أصحاب العقل والرأي هات ما سمعته يقول فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروة بن مسعود يا قوم ألم تعلموا ما أكنه لكم ألست لكم بمثابة الوالد وألستم لي بمثابة الولد قالوا بلى قال هل تتهموني قالوا لا قال ألستم تعلمون أنني طلبت من أهل عكاظ أن يأتوا معكم ويكونوا معكم فلما رفضوا جيتوا إليكم بولدي وأهلي ومن أطاعني قالوا نعم نعلم هذا فقال لهم هذا الرجل يعرض عليكم خطة رشد اقبلوها وأرسلني إليه أستطلع ما لديه فقالوا له ائتي فذهب عروة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال لبدي فقال عروه يا محمد أرأيت أليس هؤلاء قومك أرأيت إن استأصلتهم وقتلتهم ماذا يقول عنك العرب هل سمعت بأحد من العرب اجتاح قومه واجتاح أهله قبلك وإن تكن الأخرى وينتصرون عليك فإني لا أرى وجوها وإني لا أرى إلا أشوابا من الناس خليكم بهم أن يهزموا وأن يفروا عنك ويدعوك فقال له أبو بكر أنحن نفر عن رسول الله وندعه فقال عروة من ذا فقال بعضهم هذا أبو بكر قال عروة والله لولا أن لك يد عندي لم أجزك عليها لا أجبتك فكان عروة يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه فأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم وكان المغيرة بن شعبة وهو من جماعة عروة بن مسعود كل منهم من ثقيف فقام فكان عروة واقفا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ طرف السيف وضرب به يد عروة وكلما مد عروة يده ضربه وقال أخر يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع عروة رأسه فقال من هذا وكان قد غطى وجهه قالوا هذا المغيرة بن شعبة فقال عروة أي غدر ألست أسعى في غدرتك وذلك أن المغيرة بن شعبة ذهب مع جماعة له فلما عادوا أخذ منهم أو قتلهم وأخذ ما لديهم من المال ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء ثم إن عروة بدأ يتلفت ويشاهد ويرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخاما إلا وقعت في كف رجل منهم وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا أن يقتتلوا على وضوءه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وكانوا لا يحدون النظر إلى هذا الرجل تعظيما له فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاش والله ما رأيت رجلا وملكا تعظمه أتباعه وأصحابك ما يعظم أصحاب محمد محمد وذكر لهم ما رأاه من أحوالهم معه صلى الله عليه وسلم وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها فقال الرجل من بني كنانة دعوني فآتيه فقالوا أتيه فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من كنانة وهم يعظبنا البدن الإبل التي ترسل إلى البيت فبعثوها جعلوها قائمة فبعثت واستقبله الناس يلبون لبيك اللهم لبيك فلما رأى هذا قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت فرجع إلى أصحابه وقال رأيت البدن قد قلدت ورأيت أناسا محرمين فما رأى أن يصدوا عن البيت فقام الرجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال دعوني آته فقالوا ائته فلما أشرف قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو يكلمه إذ جاء موفد آخر من قريش اسمه سهيل بن عمر قال فلما جاء سهيل قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل أمركم فلما جاء سهيل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لنكتب بيننا وبينك كتابا فدع النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل ما نعرف هذا نعرف الرحمن ولا أدري ماه لكن اكتب بسم الله كما كنت تكتب فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا باسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكتب باسمك اللهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله قال سهيل لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك ولكن أكتب محمد رسول الله محمد بن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله حق وإن كذبتبوني أكتب محمد ابن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات البيت اللي أعطيتهم فكتب بنودا أخرى من بنود الصلح وقع الاختلاف فيها بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل ما هذه الشروط التي وقع الاختلاف عليها لعلنا إن شاء الله أن نذكرها بعد الفاصل بدأوا يكتبوا الشروط فكان مما اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم أن قال على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنتطوف به فقال سهيل لا نرضى والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة ولكن تأتوننا العام المقبل فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال سهيل من الشروط ألا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبين لاحظوا كلمة رجل فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يناقشه في ذلك قال سهيل لا أرضى أن يكون هناك صلح إلا على ذلك فالمسلمون كرهوا هذا الشرط وامتعظوا منه قالوا سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما فقال لا أقاضي إلا على هذا فكتبوا هذا الشرط في الصلح فبينما هم يكتبون إذ جاء ولد سهيل بن عمر هذا اسمه أبو جندل ودخل عليهم يرسف في قيوده خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل يا محمد هذا أول من أقاضيك عليها أن ترده إلينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد قال فوالله إذن لا صلحة ولا أصالحك على شيء أبدا قال فأجزه لي قال لا أجزه لك قال بل ففعل قال ما أنا بفاعل فقال مكرز بل قد أجزناه لك قال أبو جندل أي معشر المسلمين هل أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما لقيت منهم بسبب ديني وكان قد عذب عذابا شديدا في الله لكن ذلك الصلح ألزم برده فرد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل إلى أبي سهيل بن عمر فقال عمر بن الخطاب أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممتعظا فقلت يا رسول الله ألست نبي الله حقا قال بلى قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال فعلى من نعت الدني في ديننا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري فقال عمر ألم تكن تحدثنا أننا سنأتي البيت وسنتطوف به فقال بلى إنك ستأتيه أخبرتك أننا سنأتيه هذه السنة إنك آتيه ومطوف به انظر بعد كم سنة سيكون عمر الخليفة وستكون هذه البلاد كلها في ولايته فذهب عمر إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى قال على من نعطي الدني على ديننا ونحن على الحق وهم على الباطل قال أيها الرجل إنه لرسول الله وليس يعصي ربه والله ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق قال أليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونتطوف به قال أخبرك أنه هذه السنة قال عمر فعملت بعد ذلك أعمالا لعل الله أن يتوب علي فلما فراغ من قضية الكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تحللوا قوموا فانحروا هديكم ثم احلقوا ما قام منهم رجل كل منهم يريدوا أن يكمل العمر حتى قال لهم ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد ذهب فدخل بيته على أم سلمة فذكر لها ما لقيا من الناس فقالت يا رسول الله أتحب أن يفعلوا ذلك؟ قال نعم قال تخرج ثم لا تكلم أحدا منهم حتى تنحر بدونك أمامهم وتدعو الحلاق فيحلقك فخرج ففعل ذلك فلما رأوا ذلك اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعل بعضهم يحلقوا بعضا حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضهم الآخر في تلك المدة لم يأتي أحد من الرجال إلا رده النبي صلى الله عليه وسلم جاء نسوة من المؤمنات مهاجرات فلم يردهن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلحة كان للرجال ونزلت إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار وطلق النبي صلى الله عليه وسلم امرأتين كانتا له في الشرك فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية ماذا كان بعد الصلح وما هي الوقائع التي وقعت بعده لعلنا إن شاء الله أن نعرض لها في يوم آخر بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله وإياكم من الهدات المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر